بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا كريم النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجزء الثالث من السكليتال ديسبليزيا وزي ما حضراتكم عارفين إن احنا قسمنا ديسبليزيا إلى أربع مجموعة المجموعة الأولانية اللي هي الإبيفيزيال ديسبليزيا وكان فيها 13 نوع والمجموعة التانية اللي هي الميتافيزيال ديسبليزيا ودولة معددهم حوالي ستة أو سبعة ومنهم تلاتة على الأقل من النوع الليتل اللي احنا غالبا يعني ما نركز عليهم قوي والمجموعة التالتة هي اللي بتغير البون دانستي سواء بتعمل أستيو بروزيس زي الأستيو بروزيس زي الأستيو بروزيس ودولة غالبا هم موضوع المحاضرة اللي جاية إن شاء الله النهاردة هنتكلم على المجموعة التانية من السكليتال ديسبليزيا اللي هي بتأفكت الميتافيزيز والمجموعة ديت فيها سبعة زي ما حضراتكم شايفين منهم تلاتة ليثل على رأسهم طبعا في المجموعة ديت الأكوندروبليزيا وده واحد من الحاجات المعروفة اللي هي يعني واحد يعتبر the most common متافيزيال ديسبليزيا على الإطلاق وبعدين في نوع زيه بالظبط بس أقل حدة منه اسمه هايبو كوندروبليزيا وبعدين عندنا نوع اسمه متافيزيال كوندرو ديسبليزيا ودوت فيه منه 24 نوع لكن احنا هندرس منه فقط 3 أنواع اللي هم يعني احتمال يتشافوا في الكلينيكل براكتس وهنركز في الآخر على نوع واحد منهم اللي هو يعتبر يعني ممكن ان احنا نقابله في حياتنا بعد كده اسمه كوندرو اكتو ديرمال ديسبليزيا وهو مشهور باسم أليس فانك ريفلد سندرو وتقريبا يعني معظم الناس اللي بتشتغل في البيدياتريك هوسبتل لازم تكون شافت منه يعني مرات ومرات لانه موجود في الكلينيكل براكتس وبيتشاف يعني التلاتة الليثل اللي هم ساناتوفوريك ديسبليزيا وانت فاكرين في المحاضرة الاولانية وان ساناتوفوريك يعني كيلينج ديسبليزيا وده معظم الناس بتموت يا اما انترويتراين يا اما ميديا لبعض الولادة النوع التاني اسمه اسفكسياتينج ثراسيك ديسبليزيا والنوع التالت اسمه شورت ريب بوليداكتلي ديسبليزيا دمعا ما تخوتش دماغك انت بالحاجات الليثل قوي لكن مفيش يعني مانع انك انت تكون سمعت بيهم واقولك وحنا ماشيين في السكة كده ليه المفروض انك تكون سمعت بيهم نيجي لاشهر واحد The most common non-leithal dysplasia اللي هو الاكندروبليزيا وتقريبا مافيش حد من الراديولوجيست اللي يعني حتى لو ماشتغلش في البيدياريك هوس بتنزل مشافوش And this is a dominant dysplasia وتصوم ال dominant The features بتاعت الاكندروبليزيا بتبقى متشافة at birth في حاجات تعتبر يعني Very characteristic لل disease طبعا معظم ال dysplasia واحد قصير وكوبا كوندروبليزيا واحد قصير برضو واسيبك من رايزو ميلك وميزو ميلك والكلام ده كله لكن خلينا نركز على الحاجات المهمة من الحاجات المهمة جدا اللي هي المتافيس بيبقى مفلطح كده هو لكنه مش فريد زي الريكتس والجماعة دول وفيه كريتيريا مهمة جدا اللي هي بيقولوا عليها ذي شابد ميتافيسيز موجود تقريبا عنده كله بس اشهر و اظهر مكان هو اللي هو اما بيسموه نفس نفسه جوه الفرادية and by time الحكاية ديت بتبقى normalized العلامة التانية وديت حاجة برضو مشهورة اللي هي trident hand اللي هي الهاند السلاسية يعني زي الشوكة اللي تلت فروع يعني فيه separation ما بين second و third digits بحيث ان كل سبعين يعملوا مجموعة والسبع الكبير يعمل مجموعة لوحده and this is the typical appearance بتاع ال V shaped metaphysis وطبعا جينوفيرم يعني قريب ناحية الميدلين جينوفالجم يعني بعيد عن الميدلين المر والستي تقريبا دورهم مش قوي جدا في تشخيص الدسبليزيا بصفة عامة ولكن بعض بما انه موجود وسهل وسريع وكده ممكن يتعمل في بعض الاحيان وهو ريلك صور لكده وديت صورة من الأكوندروبليزيا MRI of the knee ال V shaped or inverted V shaped metaphysis is clear وكمان في ال Axial Images ال Intercondyler Noture بيبقى زي A shape زي حرف A بالانجليزي بالنسبة للهاند هي ديت اللي احنا بنقول عليها Trident hand اللي هو اللي اتنين دولت مع بعض واللي اتنين دولت مع بعض والصباع الكبير لوحده في بعض الاحيان يحصل hyperostosis عند المسل attachment ما هوش قضية عظم and this is what we call the trident hand الصبعين دول لوحدهم الصبعين دولات لوحدهم والصباع الكبير لوحدهم باي تايم بتلاقي ال V shaped metaphysis بيرجرس ومن العلامات بتاعت المجموعة ديت ان ال Epiphysis سليم بالنسبة للبلوث عنده حكتين او ثلاثة نمرت واحد ان البلوث is short and broad وبيشبهو بالشامبين جلاس زي البلوث اللي انت شايفو دوت كده عريض ولكنه قصير جدا الحاجة التانية اللي هي squaring of the iliac wing وبيشبهوها بودن الفيل ممكن طبعا يبقى الاستابيلا flat او الاستابيلا roof horizontal زي حاجات كتيرة بتحصل في البلوث مع الدسبليزي المنزر المنزر squaring of the iliac wing وبيشبهوها بودن الفيل طبعا انت يعني انا انا عارف كويس قوي ان انت عارف الفيل وعارف كويس جدا ان انت عارف ودنه وشكلها عامل ازاي لكن انا بحط الصور ديت عشان اعرف كويس جدا ان هي اللي هتلزق في دماغك وانا مهتم جدا ان الحاجة تلزق في دماغك انا انا عاوزك تستوعب القضية يعني ايه يعني لما تلاقي الحاجة سهلة ويعني الفهم بتاعها سهل بتحب الموضوع اما لما تلاقي كلام وانت مش عارف معناه وتشبهات وانت مش عارف شبه مين والكلام ده كله بتزاق وبالتالي بتروح رامي الموضوع زي ما معظم الناس يقولك يعني هو ده عليه عشر درجات محروق العشر درجات يا اخي زي ما انت شايفو الابيفيسز كويس وده وتمنظر الشامبين جلاس اللي هو بلفس عريض ولكنه ديء بعد الانسلري فايندينجز زي الجمجومة بتبقى كبيرة بالنسبة للفيس انكرينوفيش الريشو يز انكريزد والفوريم الماجنم بيبقى ديء جدا زي ما حضراتكم شايفين السكال طبعا بالسكال الكبيرة في حاجات كتيرة جدا والجي الشاب دي سلا في حاجات كتيرة جدا وبالتالي السكال ما عليهاش معاول جبار الا في حاجات معينة يعني مثلا زي الكرينيو لكني مثلا دي واحدة من العلامات القوية اللي بنحب ان احنا نميز بيها بعض الدسبليزيز زي ما حنقول بعد كده بالنسبة للسباين فعنا عندنا الفقرات بتبقى سليمة يعني مفهاش 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 فلاتنينج ولا بلاتيسبونديلي ولا الكلام ده كونه لكن ممكن تبقى مدبابة من قدام اللي نسموها بوليت شابد فرتبري من الحاجات التانية المشهورة وجبنا سريت عبلي كده اللي هو اجزاجيريت لامبر لوردوزيز و هوروزونتال بوزيشن اوف دا سيكرا بمرور الوقت ممكن الشخص دوات يديفيلوب كايفوسكليوتك ديفورمتي وطبعا من الحاجات المشهورة جدا سباينا الكانالي ستينولز لان انت عارف من الاستيجمة الرئيسية بتاعة الاكندروبليزيا في السباين اللي هي ناروينج أوب دا انتر بديكيلر دستانس بالزات في اللامبر سباين وين تنازل من فوق لتحت يعني من فوق بتبقى المسافة ما بين البيديكلز البيديكلز طبعا هم المدورين دول بتبقى كبيرة وكل لما تنزل لتحت شوية كل لما المسافة تدية من ضمن العلامات التانية في السباين اسكالوبينج وهنا زي ما انت شايف موضوع البوليت شايف ما هوش موجود قد يكون موجود وقد لا يكون وزي ما انا قلت وبقول وهقول ان الكلام بتاع الدسبليزيا ما هوش قرآن كريم يعني قالك السباين بتبقى اسكالوبت مش في كل الناس ممكن تلاقي حالة مفاش اسكالوبت البلفس بيبقى ودنفيل مش لازم يكون الفيل اللي انت شفته ممكن يكون فيل تاني اذا في البلفس البلفس بيبقى مطول كده ودايق الاسباين فيها بوستيريو اسكالوبينج ساعات يكون فيها انتيرير بيكينج اللي هو بيسموه بوليت شايفد فرتبر بمناسبة الاكوندرو بيليزيا وجاي بعد شوية حاجة اسمها اكوندرو بيليزيا في واحد خدناه في الابفيزياء الدسبليزيا اسمه اكوندرو جنيسس ده ما مقلوش دعوة خالص بالاتنين اللي احنا بنجيب سرتهم دلوقتي ولو انت فاكر هو كان ليثل طايب اف دسبليزيا هو يتميز بصفتين نمرت واحد ان الجمجومة كبيرة جدا نمرت اتنين ان المتافيزياء الانز بتاعت اللونج بونز كلها فيها كابينج او دفريينج كأن واحد عنده ريكتس بالظبط يبقى احنا عندنا اكوندرو بيليزيا فاري كومي حايبو كوندرو بيليزيا is a mild form of اكوندرو بيليزيا اما الاكوندرو جنيسس دوت ابفيزياء الليجين وليثل وخلصنا منه في المرة اللي فاته الهايبو كوندرو بيليزيا بيبان مش ساعة الولادة ولكن بيبان في سن سنتين الى اربع سنين الواحد بيكون قصير اشيء طبيعي الحاجات اللي في الاسباين وفي اللمس هي هي يعني الفي شابد والاسكالوبينج والبوليت برتبرا او مش عارف مين الكلام دا كون لكن الاسباين الكنالستينوزس والانترابيديكيلر ديستنس ما هواش كومن اوي ممكن يتشاف ممكن لا الاسكال والبلوث والهان مافيش ترايدنت كلهم وذين نورمال وممكن لو بسيت على الانترابيكيلر ديستنس تلاقيها وذين نورمال وكذلك الاسكال هتقول لي اما الايه اللي خلانا نقول عليه ده هو الدسبليزيا طالما هو شكله زي النورمال كده الحاكتين اللي انا قلتلك عليهم اللي اما المفترض عبر الحديثين الجشدين extremely longed bones حط على دولت بقى علامة وهيجي واحد تاني بعد شوية عنده نفس العلامة اللي هي elongation يعني المفروض إن الفيبولة تكون بحزى التيبيا هنا هوت بتبقى طويلة شوية وده طبعا هيغير الميكانيكس بتاعة الأنكل ويخلي الرجل ممكن تتلوي البرة أو لجوه على حسب And this is hypochondroplasia The fibula is long as you can see There is some scaloping of the vertebral bodies And mild degree of interpedicular distance narrowing نيجي بقى للمتافيزية l-chondrodysplasia اللي انا قلتلك هم 24 نوع طبعا الأنواع دي كلها بأكيد عندها overlap جامد جدا في imaging findings ولكن اللي بيفصل ما بينها ودي نقطة مهمة جدا بتهم الناس اللي بتشتغل في ال-dysplasia اللي هي موضوع الجينز وكده اهنا كل اللي بيهمنا ايه الحاجات اللي اصلا بتتشاف ال-endoclinical practice والحاجات اللي في احتمال انها تبقى موجودة في الامتحان ودولت بس اللي هم يعني احنا مهتمين بيهم شوي عندنا ثلاث انواع عاوزين نتكلم عليهم وفي الاخر خالص انا اكتفي بواحد بس اللي هو الشمد type دوت اكتر واحد واقل واحد سفير وهو autosomal dominant ميكويزيك ميكويزيك اسمه كده ميكويزيك او ميكيوزيك صح كده ميكيوزيك ميكيوزيك طايب دوت مش موجود في المنطقة بتاعتنا واسمه hair cartilage dysplasia ونوريلك اه شوية من الحاجات اللي شمد طايب او الميتافيزية dysplasia دي بصفة عامة المشكلة بتاعتها عند الhip ولما الواحد بيكبر بتلاقي الميتافيزيس خربانة لكن الhip سليمة. وعند الهب بالذات بتلاقي قصيرة جدا وفي ماركت كوكسافارا. يعني الهب رايحة لجوه كده. المنظر دوت بيتشاف في سن كبير شوية. يعني ما بيتشافش في في الاول. يعني مثلا دوت عيانة هو ده لما كان خمس سنين. بعد كده لما بقى لما كان خمس شهور. بعد كده لما بقيت سبع سنين. في الاول ممكن ما تلاحص حاجة الا ان المتافيزية الانتس ار ابنورمال. ايه الابنورماليتي اللي فيها انها بروت واريجيل. طيب مافيش فيش هابد ومافيش الحاجات اللي بتخليك تسبكت الاخوندروبليز. بعد شوية لما الواحد يكبر في السن يبتدي موضوع اللي تشينجز عند الفيمورال نيك قصيرة جدا ويحصل سيفير كوكسافارا ديفورميتي. ومن قطر ما اللي تشينجز ديت بتبقى برومنانت قوي بيشبهوها او بتبقى شبه شوية الريكتز. فانت عارف ان الريكتز اصلا بيعمل متافيزية الكابينج اند فريينج ومش عارف مين والكلام ده كله. لكن الشميت تايب بتاع متافيزية الكوندروبليزيا بيأفكت المتافيز الايبيفسيز مالوش دعوة بالموضوع وبيحصل كوكسافارا ديفورمي. فانت هتقول لي طيب افرد ان المريض دوت عنده سليبد كابتال فيموراليبيفسيز ومش عارف مين والكلام ده كل. الناس اللي عندها سليبد عندها نيك اصلا. عندها فيمورال نيك. لكن العيان دوت او المريض ده بتلاقي الفمورال نيك is very short. زائد بتلاقي تشينجيز تانية عند الميتافيزز التانية. وفي الغالب بتكون بايلاترال اندسيمتريك وبتكون في البروكسيمال. وفي الغالب فيسيز. نيجي لجانسون طيب والجانسون طيب is rare and very severe and is an otosomal dominant disease. المريض دوت عنده مشاكل كتيرة جدا في برا السكيلتون لكن قوة السكيلتون عنده منظر مشهور قوي اسمه bulbous expansion of the metaphysis. ممكن يكون عنده mental retardation وممكن يكون عنده دور في اسم طبعا لازمة يكون عنده عناية واسعة. وعنده monkey like stance. يعني بيمشي ماشيا تشبه ماشية الارود. وانا حاولت اجيب ارد يعني كده عشان تقدر تستوعب الماشية بتاعنا. في النوع اللي فات نسيت اقول لكم ان احد المميزات بتاعته حاجة اسمها تريندلمبرج جيت. التريندلمبرج جيت دوت مش معناها زي تريندلمبرج واحد راسه تحته رجليه فوق. لكن لقيت فيديو قصير جألًا حينجوا الإجارة في نهاية حينج mix² خلق خدينغوا به dadurch بس ق vog faitesه رجليل مناطق عشان تشغيل خدين가는 وطارد بقصة مطلوب بقصة تعالى مفيضة الانتعاء في هذه اليساص مطلوب بقصة يعني أن تم كان الحجم reflected الدروين منطق الموقع مئة أنهم تلقم chunk احتطال بقصع ميدياس 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 زي ما سمعت وكده حضراتكم توريندلمبرج جيت مش معناها ديسبليزيا معناها ان في مشكلة في الجلوتياس ميدياس وكده لكن هو ده الجيت اللي بيمشي بيه الجماعة دولت بتوع الشميد تايب بتاع الكندرو الميتافيزية الكندرو ديسبليزيا يبقى لما تبص على الميتافيزية الانت بتاع الالعب تلاقيها متضخمة قوي ومنقطة كده بالكالسيوم وديت علامة جبارة جدا على النوع دوت من الديسبليزيا اللي هو اسمه جانسون جانسون تايب اه طبعا انا في اعتقادي ان ما فيش اي حد ممكن يتلخبط دوت مع الريكتز لان في حاجات كتيرة يعني الريكتز بيعمل الدكريس بوندينس تايب بيأفكت الابيفيزيز والميتافيزيز يعني بيعمل ويمكن انت تفتكر ان انا قلتلك لما تلاقي المنظر دوت كده لان في بعض انواع الابيفيزيال ما تقولش اسمي في الامتحان القعدة ديت بتقول ان لو لقيت الميتافيزيز خربان والابيفيزيز سليم تعرف ان ديت متافيزية لو لقيت الاثنين خربانين تعرف ان هي ابيفيزيال ومعها secondary متافيزية لكن في الميتافيزية بيفضل الابيفيزيز محترم والامتافيز بس هو اللي بيعمل كده طبعا المنظر دوت مش زي ديفنتلي مش زي بتاع الريكتز الريكتز فيه كابينج وفيه فرينج لكن ده الميتافيز متعلص اوي كده ومنقط بالكالسيوم التاني بقى اللي هو اسمه ميكيوزيك طايب دوت مش موجود هنا موجود عند الناس دول الامش والفينش بوبوليشن او الفينش بوبوليشن وهو من اسمه كده يعني الهير قليل جدا ومش متوزع بانتظام ورفيع قوي قوي زائد الميتافيزيالي تشينجز اللي موجودة عند اللونج بونز ضيف عليهم ان الفيبيولة بتبقى طويلة ونحن لسه قيلين من جوية ان الفيبيولة بتبقى طويلة في الهايبو كوندرو بليزيا ايه ايه الفرق طبعا هتقول لو انت شفت العيد ما بتشوفش البيشنت خالص في حياتك طيب التشينجز بتاعة الميتافيز او الهايبو كوندرو بليزيا عندها تشينجز ان داميتافيز ايه طيب التشينجز مش موجودة هنا وهنا بس في الاريجولاريتز بتاعة الميتافيز والفيبيولة الطويل طيب انت بقى جالك في الريبورتينج ولا في الامتحان صورة زي ديت كده ولقيت الميتافيز الخربان والإبافيز السليم ولقيت او ربنا يعني فتح عليك ولاحظت ان الفيبيولة مطويل كده شوي يبقى دهوت مين فيهم حل هو الكارتل الجهير او اسمه ميك يوزيك ديسبليزيا ولا الهايبو كوندرو بليزيا طبعا انت عارف ان النوع دوت الكارتل الجهير مش موجود في المنطقة بتاعتنا وهو رير اوي كمبيرد به الهايبو كوندرو بليزيا فلو انت شخصت ديت هايبو كوندرو بليزيا لان ما عندكش سباين وما عندكش بيلفس ولا الكلام ده كله مش هيجرى لك حال لو انت شخصتها بس متافيزية ديسبليزيا يبقى محترم جدا وهذا ميك يوزيك وديت الحاجات بتاعت النان اسكليتل وفي الحاجات بتاعت السكليتل الحاجات بتاعت السكليتل طريقة خورة ميكيوزيك طايب متافيزية الكندرودسبليزي يعني الملاحظة هنا هو ان عند الفيمرال نيك ما هيش برامننت قوي لكن عند الديستل بارت بروكسما بارت واضحة وكذلك الالونجيشن بتاع الفيمرال نيجي بقى لواحد لطيف جدا اللي هو اسمه آليس فانك ريفلد سندروم أو اسمه كوندرو اكتو ديرمال ديسبليزي وكل الناس عارفينه باسم آليس فانك ريفلد والاسم بالنسبة لهم يعتبر صعب حبتي this is a recesive آآ autosomal recesive disease وال changes بتبان at birth وهو عنده تلت علامات علامة وحيدة انت بتشوفها في السكيلتون اللي هي هكسا داكتلي او ست صوابع بدل خمسة والسباع السادس دوات ممكن يكون لازق في الجنبي عن طريق soft issues فقط او عن طريق العض وكمان ممكن يحصل في version of the carbal bones اما لو لقدر الله كنت مهتم بالقضية وحاولت تشوف المريض هتلاقي الظوافر بتاعته عاملة كده وهتلاقي سنانه متخربة في حاجات كتير على فكرة بتخرب السنان لكن اللي بيخرب السنان ومعها هيكسا داكتلي هو دا بس اللي هو الاليس فانك ريفلد سندرون وانا اعتقد ان دولت تلت اشخاص وبالمناسبة ان الاليس دوات راجل مش واحدة ست يبقى الموضوع بريماتيور ossification of the of the femoral heads ودوات من القلائل اللي بتعمل بريماتيور ossification of the femoral heads ويعمل cone shaped chest او bell shaped cyst زي الجرس ديق من فوق وم معمول من تحت الجينو الجينو فالجم وال acro osteolosis اللي هي resorbed chanof the phalanges ديز حاجات recently reported تبع الفاليس angrivel vanc riveld disease لكن انت احنا كنا لما كنا في مستشفى الاطفال اول ما تلاقي ايد عاملة كده تفتكر على طول ان ده هو alice vanc riveld وتبص على carbone تلاقي الكابتيت والهمية لازئين في بعض وتبص على الفالانجيز تلاقي ايه اما bonifusion اما soft tissue fusion والجدير بالذكر ان المنظر دوت ممكن يكون بس هو اللي موجود عند طفل ودوت مش معناه ان هو عنده dysplasia لا this is a congenital anomaly of hexaductine لكن لو كملت بقية الصورة يبقى alice vanc riveld يكون كمان في الرجلين ممكن زي ما بيحصل في الادين بيحصل في الرجلين وبيحصل carbone fusion ما بين الكابتيت وما بين الهميت وبيحصل resorption of the terminal phalanges زي ما حضرتك شاي وبيحصل premature appearance of the capital femoral epiphysis على العكس البقيين البلفيس عنده علامة موجودة في ناس كتيرة اللي هو hook like appearance of the medial part of the iliac bone وممكن تلاقي horizontal appearance of the estabil roof واث واث الهوك اللي موجودة هي توضحة and this patient ما تلعش عنده الكابتل femoral epiphysis قد يكون لأنه لسه ما كملش سبع شهور وقد يكون ده المستثنى زي ما انا قلتلك and this is alice vanc revult الشيست زي الجرس الاسباين مفهاش حاجة ال ال اليدين بيبقى فيها carbal fusion يعني مثلا ده hexaductaly دوت الصبع ده زيادة ما هواش لازق في اللي جنبه عن طريق البون لكن لازق عن طريق الصوفتي والبلفيس زي ما احنا اتفق يبقى ده هوت ال alice vanc revult بيتشخص بهذه العلامة المميز نيجي بقى احنا كان عندنا ثلاثة اللي هما lethal واحد اسمه sanato traffic ودوت معناه killing dysplasia والkilling dysplasia غير ما تعصب نفسك ولا اي حاجة خالص في منه نوعين ومناش دعوة الكيلنج dysplasia بتتميز بعلامة كويسة جدا اسمها telephone receiver femur يعني الفيمر بتاعته بتكون ملوية كأنها سمعت التليفون وعلامة تانية ان التبية قصيرة جدا بالنسبة لي الفيمر يبقى لما تلاقي بيسموه baby gram وتلاقي المنظر دوت تعرف انه هو sanatophoric dysplasia هتقول لي مش انت بتقول ان دوت بيموت اول ما يتولد فانا هلاقيه فيه طبعا في الامتحان انت بشوخد بلك ولا ايه مش فيه دكاترة دلوقتي بتمتحن على اللابتوب وفيه دكاترة دلوقتي بتمتحن على الايفون فدبعا سهل جدا استدعاء اي صورة من دولة من على الانترنت ثم تفاجأ بيها في الامتحان فالمفروض انك انت يكون عندك فكرة ولو بسيط انا طبعا يعني مش من اه اه او لست اقايد ولا احبز ولا اشجع ان الحاجات الاكستريم تيجي في الامتحان لان الاشعة دلوقتي بحر عميق على رأي واحد زي منا كان يقولك هم ما يتلم حاجة فظيعة جدا وفيها حاجات وفيها حاجات وفيها حاجات كل حاجة في الدنيا ومهمة السيد الاستاذ الدكتور المبجل اللي بيمتحن انه يشوف الطالب دو راديولوجس او لا لكن مش مش شاب تكون بيعرف في الطب الشرف ف لو انت حصل لك كده انت مش هتقدر تعترض هي دي المشكلة الاساسية ان انت مش هتقدر تعترض فانت فانت سنت فارق دو دو ديسبليزيا معناها كيلينج ديسبليزيا وعنده علامتين العلامة الاولانية الفيمر زي سماعة التليفون والتيبية قصيرة دبعا بقى الربس قصيرة والسباين زي الباسكوتا ورفيعين جدا وحلتهم بالكرب يا جوز تيجي بقى ل ال 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 الدزيز التاني اللي هو اسمه شورت ريب بولي داكتلي سندرو الحقيقة انا يعني حصل لي شوية لخبطة ما بين ده اللي بعديه فالفيبيلا القصيرة موجودة في اللي بعديه اللي هو الشورت ريب بولي داكتلي لكن دوت مشهور بالريبس القصيرة برضو ومشهور بالفيمر اللي زي سماعة التليفون الشورت ريب بولي داكتلي اربعة انواع مطوز مانناش دعوه الواحد بيموت كلهم ليثل والواحد بيموت على طول من البلمونري هايبوبليزي من اسمه كده الدلوع قصيرة جدا زي ما انت شايف كده وبالتالي لانج is extremely underdeveloped وعشان كده بيموت الطفل من هذا الموضوع هذا الشخص متميز بالقاتي نمرت واحد ان التبية بتاعته is very small السهم دوت بيشاور على التبية وده هي ال الفيبيل دوت من الحاجات اللي بتخلي البروكسما الفيمرال epiphysis يطلع بدري بدري ما هو يعني ممكن يتولد به تلاقي مثلا كابت الفيمرال epiphysis موجود ساعة الولادة ساعة ممات بعد كده الفلانجيز زي ما انت شايف كده هايبوبلاستر وهو قصير جدا والريبس صغيرة جدا جدا وبالتالي الشيست حالته بالكرب خلاص القضية احنا عندنا في الجروب التالي سبعة منهم تلاتة ليثل اللي هم ساناتوفاريك اللي هو الفيمر زي سمعت التليفون والشورت ريب اللي هو هما الاتنين على فكرة فيهم شورت ريب وده هو تل فيمر زي سمعت التليفون وده هو التبية قصيرة جدا وأفايد إنشاء وأنا الحقيقة ما جبتش سيرة هذا الموضوع وبالتالي أنا هجيف يو سام انفرميشن عن الجماعة دولة جاست بايد وي لكن اللي احنا مهتمين بهم في المجموعة التانية هم أربعة الأكوندرو والهايبو كوندرو والمتافيزية الكوندرو والكوندرو اكتو ديرمال اللي هو الألس فانك ريبت أنا محبس قوي أنك أنت تعرف اسمين لكل حاج يعني لو عرفت اسم واحد بالذات اللي هو مشهور به يبقى ممتاز الانكندرو الانكندرو والهند تقريبا نورمال وما فيش ترايدنت لكن في اسكالوبين المتافيزية الكوندرو ودسبليزيا قلنا في منهم ثلاث أنواع النوع المهم بالنسبة لنا هو الشميد وهو الكومن وهو السيفير وهو الأوتوزوم الدومين ويتميز قوي قوي بالكوكسافار تريند لنبير جيت انت ما بتشوف العيان انكريز لمبر لوردوزيس ممكن تشوفها في الاسباين لكن الاتشينجز مهمة جدا عند الهيب النوع الثاني من المتافيزية الكوندرو دسبليزيا اسمه جانسون which is rare very severe otosomal dominant عنده اكسترا سكليتال منيفستيشن من ضمنها مجهة الارود ومن ضمنها منتال والعلامة القوية جدا في صالح هذا هو بلبوس اكسبانشن المتافيسي وبيحصل سين داكتلي اللي هي الفيوجن مبين الصوابع وبعض وكذلك ممكن يحصل كاربال فيوجن مبين الكابيتيت والهميت الاسباين نورمال الشست دي كده ومطاول وعنده الحكتين الجداد جينوفالجم واكرو استيوليسي اللي هو ريزوربشن وكذلك المتافيسي المتافيسي اشتركوا في القناة